بمناسبة الخسائر اللي بتحصل لهالة بعد كل عمل ويمكن هالة انت هنا خسرتي يعني حصل لك كذا مشكلة بعد العمل ده ان كلبك توفى مات وده حاجة مهمة واساسية في حياتك صوتك راح في اخر يوم تصوير مش عارفة يعني كان فيه كذا كارثة حصلت لك ورا بعضها هل انت شايفة ان لعنة العفريت اصرت على هالة الصدقي مش عارفة بس يعني هي الحكاية بجي معي من ونوس من ونوس وانا من ونوس برضو كان فيه عفريت يعني برضو كان شوية عفريت لان فيه مقولة بتقول ان الدخول في العالم ده بيدر اصحابه وان حرية فرغالي لما دخلت ساحرة من الجنوب اتضرت وحصل لها مشاكل بتعاني منها نغاية دلوقت وان كفر دلهاب حيتعرضه لمشاكل كتير وان انتوا كمان حتتعرضوا لمشاكل كتير فانا شايفة المشاكل هل انت بتؤمني او هل انت ممكن يعني تصدقي ده هل انت بتؤمني بالعفريت مبدئيا يعني فيه عفريت وفيه ناس تانية عايشة تحت الارض وفوق الارض والحاجات دي ويطلع لك عفريت والحاجات دي اه طبعا فيه موجودين 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 والحكاية دي موجودة ومش يعني مش مفاجأة لا موجودين والناس اللي بتؤمن بالحاجات دي مش الناس الجهلة بس ولا بتاع لا الناس اللي على مستوى وعلى درجة ثقافة لان هم موجودين فعلا بس هل انت بقى يعني هل انت بتوظفي حياتك عليهم هل انت بترتبي حياتك عليهم ولا انت بتغذيها من باب التهريك التسلية راح تلبية لقصة خلي بالك انه ساعات كمان الناس دي بتبقى زي الدكتور النفسي يعني انت مستعجلة على حاجة عايز تعرفي النتيجة او يعني هو بيعملك راحة نفسية ما إلا مش أكتر من كده لكن هم موجودين 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 موجودين